قد يجنب الصمت الوقوع في السقطات ويسهم السكون في تلاف الوقوع في الزلل ولكن تبقى في الحركة البركة وأن تعمل وتخطأ خير من أن لا تعمل الصمت الذي يلف العملية السياسية هذه الأيام ورغم دخول العراق في محاذير المدد الدستورية لم يكسره إلا بعض تخرصات وتهديدات ضد التيار الصدري من جهة وضد الإقليم من جهة أخرى دوافعها معروفة فيما يجري الحديث عن مبادرات من جانب الإطار التنسيقي تبدو مرفوضة قبل اقتراحها ومنها اقتراح تشكيل حكومة توافق وتجريبها لمدة عام وتؤكد مصادر خبرية أن مجموعة من السياسين والناشطين ومسؤولين السابقين وحاليين بإصدد التحرك لجمع التواقع وصناعة موذج عراقي لحملة تمرد المصرية التي كانت بداية لنهاية حكم الأخوان المسلمين في مصر عام 2013 يوم ذاك جمعت الحملة التي قام بها ناشطون ورعتها دول أقليمية نحو 22 مليون توقيع لإسحب الثقة عن الرئيس محمد مرسي وإعادة الانتخابات الرئاسية وتكلف رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية يومها عدلي منصر بتسلم السلطة وعلى ما يبدو فإن مثل هذه المبادرة إذا ما نفذت في العراق فإن حظها سيكون ضئيلا في النجاح لأسباب ثلاثة يشخصها مهتمون أولاها قلة المتحمسين لها من النخب السياسية والثقافية والمجتمعية والثاني أن اقتراح اسم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لتسلم السلطة قد لا يجده كثيرون ملائما على الأقل لأنه قد لا يرغب في المنصب المنقطعي بديلا عن منصبه الدائم والثالث أنه ليس هناك حماسة أصلا من جانب الجمهور الراغف في التعبير عن استيائه بالكلام وفي صفحات التواصل الاجتماعي وربما بالاحتجاج على الطريقة التشرينية وليس في المشاركة باستفتاءات أو حملات أو انتخابات ويرى مراقبون أن المشكلة لا تكمن في عادة الانتخابات التي ستتكرر سيناريوهاتها وإنما في الجمهور ما لم تتغير قناعته وطريقة تفسير المواد الدستورية الخلافية من قبل المحكمة الاتحادية هذا في حين يأمل الكثيرون في أن يسفر التقارب الكردي الكردي عن شيء يمكن التعويل عليه لتحريك المياه الراكدة ولكن لا شيء واضح حتى الآن فهناك قضايا داخل الأقليم تبدو أهم وأكثر إلحاحا في ميقاتها وخاصة مع اقتراب موعد إجراء انتخابات برلمان كردستان العراق ماذا عن المحكمة الاتحادية التي صارت جزءا من المشكلة وليس الحل يشخص القاضي رئيس هيئة نزاهة الأسبق رحيم العقالي العلة والمعلول فيها بقوله إن المحكمة الاتحادية تتعاملت مع قضايا دستورية كما لو أنها من قضايا القضاء العادي كما في نصاب الثلثين أو حكومة تصريف العمال أو قانون النفط والغاز ولم تتعمق في التأويل والغايات انتهى كلام العقالي وعلى ما يبدو فإن هناك شرخا لا يستطيب بين المحكمة الاتحادية وبين بعض القوى السياسية الفائزة يجعلها أقرب إلى الحل إذا ما تمت تسمية الرئاسات وتشكيل الحكومة حيث يؤكد خبراء أن حل المحكمة الاتحادية لا يحتاج أغلبية الثلثين بمعنى أنه في متناول التحالف الأكبر في البرلمان